موسيقى خذها قاعدة التنقل بين المسارات أهم وأمتع الرغبات أهلا فيك عزيز المستمع في أولى حلقات برنامج خذها قاعدة الموسم العشر هذا الموسم سيكون مميز وأنا فقط أود أن أضع تنبيه بسيط وهو أن هذه الحلقات فيها من العمق ما قد يكون غير مفهوم لكثير من المستمعين الجدد فإذا كنت مستمع جديد فأنا أقترح عليك وإن كان لن يضرك سماع هذه الحلقات بل ستستفيد أكيد إنما أقترح عليك هو أن تعود إلى التأسيس فالأشخاص الذين أخذوا المنهج التأسيسي والمنهج المتقدم ومنهج السفراء في الأكاديمية الدولية التنمية الذاتية سيشعرون بأن هذه المعلومات تعزز لهم ما يعرفونه من معلومات وتنقلهم إلى مرحلة مختلفة لكن حتى لو كنت لم تأخذ من مناهج الأكاديمية فعلى الأقل ارجع ليخذها قاعدة الموسم الأول وموسم الثاني ففيه فرشة جيدة للمعلومات وربما تريد أن تضيف لهم برنامج رسالة من الكون على أي حال الكل سيستفيد لكن ستكون الفائدة بقدر ما لديك من خلفية من المعلومات فذلك سأحاول مجتهدا بأني أطرح المعلومات مفيدة للجميع لكن من وراء السطور سيدركها ما لديه عمق ويستفيد منها أكثر هذا البرنامج يحوم حول فكرة كيف تتنقل بين المسارات وكيف أن هذه المسألة من أهم المسائل التي حنا في الحياة موجودين في الحقيقة لتحقيقها سميت هذا الموضوع كيف تتنقل بين الزمن كوف وهو مختصر مصطلح كذا أطلقناه حتى نوفق بين الثلاثة مسائل التي تحدث الوجود وهي الزمان والمكان والظرف وسأقوم بتعريف كل واحدة على حدة أولا ما الذي نقصده بالزمن الزمن هو مجرمنت هو مقياس نقيس من خلاله انتقالنا من مرحلة إلى مرحلة هو في الحقيقة ما في حاجة اسمها زمن راح أتكلم في حلقات قادمة عن هذه المسألة كثيرا لأن هذه واحدة من المسائل الرسيلة يجب أن تنحي اسم في الذهن حتى نعرف كيف ننتقل بسلاسة وبسهولة الزمن هي مسألة مقياسية هو مقياس نحن وضعناه راح أفصل فيه في اللقاءات القادمة فإذلك أنا بس أريد أن أعطي تعريف عام هنا والمقياس هو بأننا نقول الزمن هو دقيقة ثانية ساعة يوم سنة قرن ألفية فنضع مجرمنت معين نضع مقياس معين هذا المقياس نحن وضعناه كبشر وبالتالي هو متغير يعني قد يكون في أماكن أخرى بشيء مختلف كما سأفصل فيه لاحقا بإذن الله فتعريف الزمن هو مجرمنت هو مقياس الشيء الحقيقي اللي موجود هو ديوريشن ديوريشن هو الانتقال من إله فنحن هذه النقلة نسميها زمن أيضا تعريف الزمن هو point هي نقطة محددة كنا فيها فنقول أن نحن كنا هنا في هذا الزمن أو في هذا التوقيت أو نقطة سنكون فيها هنا فهي تحديد مجرمنت مقياس وتحديد تعريف المكان في المقابل هو الأبعاد المقصود فيها الطول العرض والعمق عندما تجتمع هذه الثلاثة أبعاد فنسمي هذا الشيء space أو مكان أو فضاء يعني كيف نحدد المكان نحددها بالطول والعرض والعمق المكان أيضا تعريفه أحداثيات هذه سنتكلم عنها كثيرا لأنه نبي نفهم كيف ننتقل بين الزمان والمكان والظرف فسنفهم موضوع الإحداثيات هذه فهو إحداثيات معينة مثل اللوكيشن فإحنا ممكن أنا أعطيك رقم معين وتحطه في جوجل ماب وتستطيع توصله في أي مكان في الأرض فكيف حددنا ومو فقط الأرض بل في المجرة يتحدث بإحداثيات معينة تعريف الظرف المقابل هي حالة فالظرف هو حالة معينة الظرف أيضا هو وضع أو connection يعني condition أو connection اللي هي إيش الأشياء اللي أنت مرتبط ومتصر فيها فهذا اللي يحدد الظرف الحالي هذا تعريف عام كل وحدة رح نأخذها بالتفصيل فأطول بالك معي فالمسار هو زمنكوف المسار هو الزمان والمكان والظرف هذا الذي نقصده بالمسار دائم عندما نتحدث عن غير مسارك حدد مسارك ركز على مسارك هو نقصده ركز على الزمان والمكان والظرف الذي تريد المسارات كثيرة هي بالمليارات حتى في نظرية الأوتار اللي تابعة لفيزياء الكمة وتابعة بالفيزياء يقال أن هناك خمسة جوجل من الاحتمالات خمسة جوجل من المسارات جوجل معناها مية صفر فواحد أمامها مية صفر خمسة أمامها مية صفر يعني هذه الاحتمالات الموجودة لك كل هذه الخيارات متاحة المسارات هي أنواع رح أتكلم بشكل عام هنا لو كنت أنت معانا في الأكاديمية وأخذت منهج السفراء بالذات المحدث ستفهم أي شيء اللي نقصده في هذه المسارات بس خلني ألمح لها هنا بشكل عام ومبسط حتى الكل يكون متابع معنا لما نقول المسار هناك مسارات بالمليارات ما كنا تنحصر في يعني عنوين عامة هناك مسار خطر عنيف شرس وكيف هذا المسار اللي الناس تكون فيه في حروب تكون فيه الصراعات قتل فيه انتقامات فيه عنف فيه شراسة فيه خطورة شخص وناس مغتصبين وناس مغتطفين هذا كل هذا تايم لاين أو مسار خطر مسار عنيف مسار شرس هناك مسار الوحشة البؤس مسار ممرض فالشخص هنا في حالة بؤس في حالة وحشة في حالة ظلام دامس يعني عايش في حالة اكتئاب شديدة في حالة حزن شديد والحياة ماشية كده طبعا خليك منتبه الأشياء الطارئة قد يكون مسار طارئ يعني لكن فيه ناس عايشين هذه الحياة يعني هو عايش عمره خمسين سنة ومن خمسين سنة هو عايش في حياة خطرة شرسة عنيفة أو هو عايش في حياة وحشة وبؤس فيها وممرضة هناك مسار نسميه مسار المعاناة ومسار التصارع ومسار الإرحاق هذا المسار فيه تصارع مستمر فيه معاناة مستمر هذا ينشكل غالبية البشر هناك مسار حيادي ممل رتابة يعني صار لها ستين سنة في حياته لكنها كلها عبارة عن حياة عادية حياة عادية مملة رتيبة هناك حياة مسار رضة حادي نوعا ما لكن رتيب أيضا وهذا نوع من المسارات هناك مسار ممتع مبهج متطور متجدد مشوق وهناك مسارات أعلى من ذلك وهناك مسارات تسميه مسار عالي مسار مستنير مسار استثنائي في ناس يعيشون حياة استثنائيا هذه أنواع كثيرة من المسارات يعني تندرج تحت هذه العناوين العامة الخطر والبؤس والمعاناة والحيادي والرضى والممتع والعالي تندرج تحتها ملايين من التفاصيل من الخيارات في المسارات لكن كل هذه نسميها إيش؟ مسار بداية حتى نكون في المكان الصحيح أول مسألة تريد أن تسأل نفسك فيها أي المسارات أنت فيها الآن؟ اسأل نفسك ولكن كن صادقا أي المسارات التي أنت فيها الآن؟ مش مهم أنت وين كنت المهم أنك تحدد أين أنت الآن والمهم أنك تحدد أين ستذهب لكن ما لم تحدد أين أنت الآن لن تعرفه المكان الذي ستتجه فيه فبكل صدق حدد أي المسارات التي أنت فيها الآن لا تكون من الناس السذج اللي يقول لها أنا عالي ومستنير واستثنائي وحياتي أصلا فيها كثير معانات اللي عندها حياة استثنائية معناها معاناتها تكاد تكون معدومة أوكي قليلة جدا طبعا هذا قليل من البشر وكلنا مدركين هذه المسألة أيضا شخص قد يبالغ يقول أنا حياتي بؤس ووحش لا لا حياتك قد ما تكون بؤس وقت تكونش فيها معاناة ممكن تكون فيها شيء حيات كده فأنت حدد المسار وبصدق المسألة الثانية حدد فيها أي المسارات التي تريد الآن وخليك منتبه يعني قد تكون مثلا شخص يكون في مسار بؤس الآن وهو يستمع إلى هذا الحلقات وهذا التقريبين شبه مستحيل أوكي يعني المسارات النازلة جدا اللي هما في حالة خطر وعنف وشراسة ووحش وبؤس في الغالب يعني 99.999 ما حيستمع إلى هذا البرنامج هو صعب يجذب برنامج من هذا النوع أوكي حتى لو استمع إلى المقدمة ما حيكمل الحلقات الباقية أنه بالنسبة له تماما الترددات مخالفة وذلك أنا ما أقترح على شخص يكون في هذه المرحلة يستمع إلى هذه الحلقات في الغالب يجب أن يبدأ أقل من ذلك بكثير يعني لكن غالب الناس سيكونون في مرحلة المعاناة في مرحلة الحياة في مرحلة الرضا يعني حدد أين المرحلة القادمة المسار القادم فأرجوك إذا كنت أنت في مسارات منخفضة لا تطلب الاستثناء والعائلة طبعا وإن كان هذا التارجت بالنسبة لك لكن ابدأ بالتدرج اللي أخذوا معي السفراء يدركون هذه المسألة بدقة ويعرفون أن هذه المسألة ما تعمل لو كان شخص مثلا في مرحلة منخفضة ويطلب العلا فهو سلف سبتاج يجب أن تطلب المرحلة القادمة حدد المسار الذي أنت فيه ثم اعرف بالتدرج وحدد المسار الذي تريد أن تنتقل إليه الآن واخذها قاعدة التنقل بين المسارات أهم وأمتع الرغبات ترجمة نانسي قنقر